أذهب بكم إلى النقطة الثانية النقطة الأولى دين العباسيين في الحقيقة هو موضوع كبير لكنني ماذا أصنع للوقت أجملته لكم النقطة الثانية الحكومة العباسية حكومة ظاهرها خلافة إسلامية دينية وهذا الظاهر ظاهر رقيق جدا إذا ما اخترقناه فإنها منظومة منظومة عبث ولهو وفساد منقطع النظير منذ بدايتها منذ أول لحظة فيها إنها منظومة عبث ولغو ولهو وفساد وجريمة ودماء وتعذيب وقتل وكانوا يبحثون عن أفسد الناس كي يسلطوه على الناس من هنا كانت حقيقة الحكومة العباسية حقيقة حكومة المخنثين والخصيان والجواري ونساء الخلفاء وأمهاتهم التعريق العباسي موجود بإمكانكم أن تعودوا وأن تقلبوا هذا التعريق لو كنت أمتلك من الوقت الكافي لجئتكم بأمثلة كثيرة لكنني سأقرأ عليكم رواية من الكافي الشريف من الجزء الثامن وهذه طبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الحادية والستين إنه الحديث الخامس والعشرون بسنده بسند الكليني الذي توفي سنة ثلاثمائة وثمانية وعشرين للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنده عن عبد الله بن سليمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال أمير المؤمنين لا يأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر وفي بعض النسخ يضرف فيه الفاجر والمعاني متقاربة يطرف الفاجر يصبح طريفا ويضرف الفاجر يصبح ضريفا والمعنيان في مدحه يصبح طريفا يصبح شريفا فالطرافة هي من الكرامة ومن الشرافة بين أبناء المجتمع يعني أن الناس يقبلون عليه الناس يقبلون على من يعتقدونه شريفا كريما ليأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن الماجن هو الخليع المتهتك الساقط أخلاقيا الذي يفعل المفاسد القبيحة ويفتخر بها أمام الناس ولا يبالي أن يوصف بالعوصاف القبيحة لأنه يشهر قبائحه أمام الناس ويتباهى بها هذا هو الماجن لا يأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف المنصف وهو المائل إلى العدل وإلى الحكمة وإلى الإحسان يضعف ويهان المنطق هو هو ماذا حدثنا الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان للإعزاز والإكرام مستحقاً ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاً ما هو هذا منطق العباسيين الأوائل وهو منطق العباسيين الجدد المعاصرين خليفتهم في النجف أعوانه جلاوزته في المنطقة الخضراء في بغداد ليأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر أو يطرف فيه الفاجر المعنى واحد ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف قال فقيل له متى ذاك يا أمير المؤمنين الإمام يتحدث عن العباسيين القدماء فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما مثل ما هي أمانات الدوائر الضريبية في العراق سرقت هذه التي تسمى بسرقة القرن الآن تضيعا لسرقة القرن في العتبتين السيستانيتين في كربلاء فقيل له متى ذاك يا أمير المؤمنين فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما غنيما هكذا كان يفعل العباسيون القدماء وها هم العباسيون الجدد يكررون الأمر نفسه إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما الأموال الشرعية ما هو هذا منطق السيستاني ومنطق الخوعي ومنطق مراجع النجاف الأخماس وهي في جيب الشيعي هذه أخماس أموال صاحب الأمر لكنها إذا وصلت إلى جيوبهم صارت مغرما صارت مجهولة المالك وحق الزراء هذه فتواهم في كتبه فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما هذا الأمر كان يجري عند العباسيين الأوائل ويجري عند العباسيين الجدد إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما والعبادة استطالة تفضلا وتكبرا على الناس والعبادة استطالة والصلة منا قال فقيل متى ذلك يا أمير المؤمنين فقال إذا تسلطنا النساء وسلطنا الإماء وأمر الصبيان هذا المعنى كان موجودا زمان زمان بني أمي لكنه بنسبة محدودة إذا أردنا أن نقايس هذا المعنى فيما بين الأمويين الأوائل والعباسيين الأوائل قد يكون قد يكون بنسبة واحد بالمئة تسلط النساء وتسلط الإماء وتسلط الصبيان والمخنثين في الحكم الأموي كان موجودا لكنه كان قليلا جدا بالنسبة للعباسيين الحكومة العباسية حكومة مخنثين حكومة جواري وإماء حكومة مأبونين هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هذه ليست الزيارة الجامعة الكبيرة هذه زيارة أخرى تأتي بعدها موجودة في المفاتيح تسمى بالزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين لأنها تبدأ بهذه العبارة السلام عليكم أئمة المؤمنين وسادة المتقين هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وهي تتحدث عن أحوال الأمويين والعباسيين وبشكل خاص عن أحوال العباسيين ما هو الدليل على أن الزيارة تتحدث عن أحوال العباسيين لأن الزيارة تحدثت عن إمامنا الكاظم وعن سائر أئمتنا الذين قتلوا زمان العهد العباسي هكذا جاء فيها يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم سقق السيف هامته وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام إمامنا الحسن المجتبى وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه سيد الشهداء ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه إمامنا الرضا سائر أئمتنا وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم والمصائب إلا التي عمتكم والفجائع إلا التي خصتكم والقوارع إلا التي طرقتكم هذا هو الذي فعله خلفاء سقيفة بن ساعد وما تفرع عنهم من الأمويين والعباسيين لكن العباسيين أجرموا أكثر وأكثر مدتهم طويلة دولة العباسيين في بغداد امتدت من سنة 132 للهجرة إلى سنة 656 للهجرة فعلوا ما فعلوا أجرموا ما أجرموا وأفسدوا ما أفسدوا تقول الزيارة تخاطب الأئمة صلوات الله عليهم وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين هذا هو العبث واللهو واللغو والحقارة والانحطاط في جوف الدولة العباسية في جوف قصور العباسيين ما يقال له خلافة إسلامية كانت قشرة رقيقة ماء تخترق حتى تظهر هذه الحقائق وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط المأمون حاول تقطيع الإمام الرضا بالسيوف وأرسل عبيده والحكاية مفصلة وبعد ذلك قتله بالسم وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط وهتكوا منكم السطور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين هذا هو حال العباسيين فقيل متى ذلك يا أمير المؤمنين فقال إذا تسلطنا النساء وسلطنا الإماء الجواري وأمر الصبيان في زماننا هذا العنوان الإماء بالحدود اللغوية ليس موجودا بحدود الحقيقة هناك إماء في العالم كله هناك استعباد للنساء هناك استعباد جنسي وهناك استعباد جسدي وهناك استعباد اقتصادي يسخرون المرأة يسخرون جسدها ومفاتنها لمصالحهم الاقتصادية في الإعلانات والدعايات هذا باب واسع باب الاستعباد المقنع في أيامنا باب واسع وكبير جدا لكننا لا نستعمل هذا المصطلح في أيامنا هذه في الجزء الثاني من إلزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري إنها طبعة دار التوحيد بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والعشرين بعد المئة سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور صاحب العمر الضمير هنا يعود على ما سبق الحديث عن إمام زماننا سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان ليس هناك من إشارة إلى الإماء لعدم وجود الإماء بحدود اللفظ اللغوي في زماننا الحديث هنا عن العباسيين الجدد سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس الإطلاق إطلاق حقيقي فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت متى؟ حينما يخرب جامع الكوفة أقرأ الرواية مرة أخرى تلاحظون أن الأمر هو هو لابد أن يحكموا لابد أن يحكموا لابد أن يملكوا سؤل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان ليس بالضرورة حينما يكون الحديث عن الصبيان عن صبيان الأعمار الحديث عن صبيان العقول ما هم الذين يعكموننا البعض منهم شيوخ والبعض كهول لكن العقول لكن العقول عقول صبية في ثقافتنا الشعبية العراقية هكذا يقولون طول طول النخلة هو عقل عقل الصخلة المراد من الصخلة الماعس العنزة العنزة الماعز أنثى الماعز هي هذه التي نقول عنها في تعابيرنا الشعبية العراقية الصخلة والكلمة عربية سخلة بالسين والسخلة هي بنت العنزة يقال لها سخلة لكن في ثقافتنا الشعبية العراقية نقول سخلة ونقصد منها العنزة الكبيرة هالشكل يقولون طول طول النخلة وعقل عقل الصخلة سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره زين إذا كان الكبير هذا حاله الديخ شنو وضعه هذا اللي يراكب على ظهرك طول طول النخلة وعقل عقل الصخلة أنت الديخ شنو حالك وين نخليك بيا خانة مصنفك على ماذا أحسدكم يا أيها الشيعة على ماذا أحسدكم وعلى ماذا يحسدنا الآخر على طيحة حضن على طيحة صبغن على شنو سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران بسبب العمران الثلم الذي هو موجود في حائط مسجد الكوفة منذ سنة 2013 ميلادي هم يقولون بسبب العمران في المنطقة المجاورة لمسجد الكوفة بسبب ما عمروا من النفق القريب من المسجد المعروف بنفق مسلم بن عقيل هم المسؤولون والمختصون في مسجد الكوفة وفي الحكومة العراقية يقولون خراب حائط مسجد الكوفة بسبب الإعمار الذي حدث في نفق مسلم بن عقيل هذا النفق الذي هو نفق لحركة السيارات قاموا بإنشائه قرب مسجد الكوفة وخرب جامع الكوفة من العمران بسبب العمران من العمران وانعقدت الجيران هذه الروايات أنا شرحتها عدوا إليها وبالوثائق والفيديوات والتفاصيل في حلقات خاصة بها وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت إن شاء الله تاخلي أنا لا أقطع بهذه المعاني المعطيات هي التي تقطع بهذه المعاني بالنسبة لي أقول المعطيات المتوفرة تقطع بهذه المعاني لكنني أقول إذا توفرت معطيات جديدة أخرى تغير اتجاه المعاني فإنني سأسلم بها ولست معترضا ولا أؤمن إيمانا مطلقا بما تنتجه لي المعطيات المتوفرة فرقوا بين الإيمان المطلق بشيء وبين الإيمان بحسب المعطيات المتوفرة فرقوا بين هذين الأمرين أنا أؤمن بهذه المضامين بحسب المعطيات المتوفرة لكنني لا أؤمن إيمانا مطلقا إذا توفرت معطيات جديدة أطمئن لصحتها تغير اتجاه المعنى فإنني سأخذ بها لأنني لا أؤمن إيمانا مطلقا من خلال معطيات ليست كاملة إنما أتحدث بحسب ما يقع تحت يدي من المعطيات المتوفرة ولكن بعد تحقيق وتدقيق ومتابعة في جميع الاتجاهات نذهب إلى فاصل ماذا قال أمير المؤمنين عن العباسيين القدماء فيما يرتبط بعبثية الحكم ولهوه ولغوه وانحطاطه إذا تسلطنا النساء المشكلة ليس في سلطة المرأة الحكيمة ليست هنا وإنما في سلطة المغنيات والفاجرات في سلطة الساقطات والسافلات وفي سلطة قريبات الخليفة حتى لو كانت من أغبى الغبيات وهذا هو الذي جرى في زمن العباسيين الأوائل ويجري الآن في زماننا الأمير يقول عن العباسيين الأوائل إذا تسلطنا النساء وسلطنا الإمام وأمر الصبيان عن زماننا عن العباسيين الجدد الصادق يقول إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان لا تنسوا المثليين الذين دخلوا على الخط إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران الحديث عن العباسيين الجدد وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت نحن في أيامنا هذه وفي العراق تحديدا أعلى سلطة في العراق عنوانها رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية في العراق بعد 2003 من نصيب الأكراد الأكراد فيما بينهم يتفقون على شخص وينتخب في البرلمان الشيعة ينتخبونه ولا قيمة للشيعة في هذا الموضوع لأنهم سينتخبونه حتى لو لم يكونوا راضين عنه وكذلك السنة ينتخبونه ما هي الحكاية هكذا السنة يتفقون على رئيس البرلمان يقدمونه للبرلمان السنة انتخبوه لكن الشيعة ينتخبونه على الورق يختارونه في البرلمان على الورق فقط فقط في التصويت أصوات فارغة لا معنى لها ولا ضرورة لها سوى أن يضحك على الناس لأن الذين انتخبوا هم السنة وكذاك رئيس الجمهورية الأكراد انتخبوا الشيعة يصوتون له والسنة كذلك بطريقة أوتوماتيكية ورئيس الوزراء كذلك ينتخبه الشيعة النواب الشيعة الأكراد والسنة لا قيمة لأصواتهم سوى أنها أصوات لا حقيقة لها مضمون الصوت في فحواه لا في الموافقة أو المخالفة فقد يكون الصوت موافقا من دون وعي أو لأنه قد دفع لصاحبه المال أو لأنه هدد فلا قيمة للصوت حينئذ قيمته أنه صوت والحال هو مع رئيس الجمهورية الأكراد هم الذين ينتخبونه هم الذين يعينونه ويجب على الشيعة والسنة أن يقبلوا به والخلاف قائم بين مجموعة البرزاني ومجموعة الطالباني وهذا الخلاف خلاف قديم رئيس رئيس الجمهورية رئيس العراق الشيعة صوت له ولا قيمة لأصواته والسنة صوت له ولا قيمة لأصواته الأكراد لأصواته لأصواته هيرو إبراهيم زوجة جلال الطالباني وشاناز إبراهيم زوجة عبد اللطيف رشيد الذي جاء بعبد اللطيف رشيد رئيس للعراق هيرو إبراهيم زوجة جلال الطالباني لأن البرزاني لم يكن هو الذي عين عبد اللطيف رشيد ومسعود البرزاني كان معترضا على برهم صالح حكاية السياسة في العراق أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيلها وبالمناسبة هيرو إبراهيم زوجة جلال الطالباني كانت قد رشحته في المرة السابقة حينما رشح برهم رئيسا للعراق كانت تريد في تلك الفترة أن يكون عبد اللطيف رشيد ولكن تغيرت الأمور بقيت على قرارها ما إن سنحت الفرصة حتى جعلت من زوج شقيقتها شاناز رئيسا للعراق ففي الحقيقة يا أيها العراقيون الذي نصب لكم رئيس العراق هي هيرو السيدة هيرو مع احترامي لها لا شأن لي بها إنني أتحدث عن الواقع الذي عليه العراق سلطة النساء موجودة في الوسط السني أيضا وفي الوسط الشيعي أيضا أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع هناك من النساء من يمتلكن أهلية في إدارة الأمور لكن الحديث هنا عن النساء التي لا يمتلكن أهلية الكلام بالإجمال العباسيون الأوائل سلطوا النساء والإماء والجواري والخصيان والصبيان والعباسيون الجدد كذلك من الآخر رئيسنا في العراق لم ينتخبه البرلمان البرلمان صوت والتصويت قد يكون ذا قيمة وقد لا يكون كذلك فهذه الأصوات لا قيمة لها ما كانوا يستطيعون أن يغيروا فرئيس العراقي منصب من قبل السيدة هيرو زوجة جلال الطالبان والتي تتحكم بحزب طالبانيين الاتحاد الوطني رجاء اعرضوا لنا صورة السيدة المحترمة هيرو هذه صورة السيدة هيرو زوجة جلال الطالبان وهي شخصية قوية جدا وكان كلامها نافذا حتى على جلال الطالبان ايام حياته وهي التي عينت لنا رئيسا للعراق عينت زوجة شقيقتها شاناس اعرضوا لنا الصورة الثانية للسيدة المحترمة هيرو هذه السيدة هيرو مع زوجها جلال الطالبان واعرضوا لنا صورتها مع السيدة الفاضلة حنان الفتلاوي هاتان السيدتان الفاضلتان هيرو وحنان الفتلاوي هل تنطبق الروايات او لا تنطبق ماذا تقولون انتم رئيسكم معين من قبل السيدة هيرو كذبوني كذبوني ولو بلقمة مازلة انتم نذهبوا الى فاصل رجاء ان يعرض لنا صورة السيدة شاناز ابراهيم هي شقيقة السيدة هيرو وهي زوجة رئيس الجمهورية في العراق يعني السيدة الاولى كما يقال في ايامنا هذه رجاء ان اعرض لنا صورة السيدة شاناز هذه السيدة شاناز واعتقد ان وجه الشبه فيما بينها بينها وبين شقيقتها السيدة هيرو واضح فقد عرضت قبل قليل عليكم صورا للسيدة هيرو ابراهيم اعرض اعرض لنا الفيديو الذي استقبلت فيه السيدة الاولى حينما جاءت الى القصر الجمهوري الى قصر السلام حيث يكون مقرا لرئيس الجمهورية وعائلته عرضت فيديو مجي السيدة الاولى في العراق وساعيد عرضه مرة ثانية لاجل ان تقارن فيما بينه وبين مجي السيد الاول في العراق اتحدث عن زوجها عن رئيس الجمهورية حينما جاء الى قصر السلام فالشن والله فالشن فالشن عبداللطيف رشيد اعرضوا لنا الفيديو هذا فيديو السيدة السيدة الاولى وليس هناك من اشكال او نقص او اثارة في مجيئها جاءت محترمة لكن المشكلة ليست عندها المشكلة عند رئيس جمهوريتنا رجاء اعرض لنا الفيديو اشكال اشكال السلام الجموري حرس الشرف سلام خلط اشكال 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 اللغة اشكال 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 النتيجة اشكال 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 الاتجاه يا عمي موقفك انت صحيح الطريق الاعوج هو طريق رئيس الجمهورية اعرضوا لنا الفيديو رجان الله يفكر حيدر العبادي بالخير لا بد ان امر على صدر الدين القبانشي امام جمعة النجف هو حدثنا من ان رسول الله هو الذي جمع البرلمانيين البرلمانيين في البرلمان هو حدثنا بهذا نتيجة اجتماع البرلمانيين حبيبي ابو اسماء ابو صادق هو هذا هو هذا اللي جاب ان رسول الله رجاء ان اعرضوا لنا الفيديو البرلمانيين هاي بركة زيارة الربعين هاي طانيان الحسين هاي ايدي بيدي طانيان قالت شو قفتوني والله لا اقفلكم هذا نجاح كبير هذا خير هذا تدخل يد الغيب هذا مو ذكاء شطارة خمسين شغلة شطارة ما تسويه هذا يد الغيب ادخلت شعب شعب نزل لرسول الله وحفيظ رسول الله رسول الله قال له والله امد انعم انكم عينا احل مشاكلكم ان شاء الله وانصركم وان تنصر الله ينصركم احنا هاي نشوف من الحسين وانا ما مشيت بطريق الامام الحسين الاو اشوف اش راح يسوي الحسين ورا الاربعين اش راح يسوي هاي الوقف الى عيفة والله ما يسوي هاي الوقف عيفة الحسين مستحيل وشوف بس خلص الاربعين تحالف دارة الدولة انعقاد المجلس امور بدأت انحل المشاكل السياسية ان شاء الله تبارك وتعالى الان رسول الله قال للعراقيين لان عمناكم عينا وجاب الى اجابة ادري يا صدر الدين القبنشي لوين تبقون هالشكل صاحب الزمان يجي بنا نواب وين ماكوا احد صقاط وهتلي ذول المراجع لا فهم لا علم لو يظل ساكت مثل الحيط لو يحجي ويصير مضحكة للوهابيين رسول الله هم ينتخب منه منها النماذج هذه الطريق قدامه وهو عند عيون يشوفوا بالنهار هسلوا بالليل ممكن باب القصر اش كبرى قدامه والناس واقفة هناك والسجادة الحمرى عريضة وواضحة وولا طلع لهناك هذا تتوقع من عنده يقدر يدير امور بلد الأمور الصغيرة تكشف عن الأمور الكبيرة أئمتنا هكذا يقولون عقل الرجل يعرف من أين يعرف من طول لحيته هل طولها يناسب عمره يناسب مقامه يناسب الزمان الذي يعيش فيه المكان الذي يعيش فيه يعرف عقل الرجل من طول لحيته ومن كنيته ومن سجع خاتمه من النقش الذي يكتب على الخواتيم ويعرف عقل الرجل من هديته ومن كتابه ومن رسوله هذه أشياء صغيرة لكنها تكشف عن الأشياء الكبيرة ما هذا رئيس جمهورية إذا لم يكن عارفا بالبروتوكول فهل نتوقع منه أن يكون عارفا بالأمور الأخرى وعلى هالرن أطحين اشناع ليش نواب صاحب الزمان خرطي وليش اللي انتخبه رسول الله خرطي بحسب صدر الدين القبونشي رسول الله قال للشعب العراقي لأن عمناكم عين وهاي النتيجة بليت بأعور فشكوت منه فكيف إذا بليت بأعورين وقت الحلقة صار طويلا ولازال الكلام متواصلا للحديث بقية نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا